السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد ابن مجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب اليوم سنكتب الآية القرآنية يحيي العظامة وهي رميم بخط الديواني العادي بطريقتنا الخاصة نحن في البداية نعمل سطرين كده وبنمشي ما بينهم نعمل سطرين كده وبنمشي ما بينهم نعمل دورة الخط الديواني حالا يشترك بالدورة هتلاقوا الرابط بتاع الدرس الاول ولا الدروس كلها هتلاقوه في صندوق الوصف حاولوا انت بتكتب تكون هادي حاولوا انت بتكتب يكون كل تركيزك منصب على الكتابة انا ممكن دلوقتي اخطئ اخطئ وانا بكتب هادي مشكلة خالص تكتبها مرة واثنين وثلاثة لحد ما ايه تزبط معاك معاك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ان ما يكتبوا هو اشتركوا في القناة ايفJo عرفنا انواع دواني مسرية و بغدادي و ديوني تركي اشهرهم على الاطلاق هو دواني التركي لكنني وجهة نظري انه دواني المصري الذي يوالى عليه ايضا الى دواني البغدادي افترض في أشكال الحروب لكن انا بالنسبة لدي الديون المصري هو الدواني المميز والمحبب بالنسبة لي وبكده تكون انتهت حلقتنا الآية بتاعت النهاردة يحيي العظامة وهي رميم اتمنى تكون اعجابة حضراتكم وما تمسناش فيه الشير واللايك والاشتراك في القناة وفي نقطة يا جماعة يزبرد اتكلم فيها ان معظم الناس اللي بتفرج علينا حاليا انا متأكد الناس اللي بتفرج علينا فيه عدد كبير جدا هيتفرج على الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة ولكن مش مفعل زر الجرس فانت انزل دلوقتي حالا اعمل تفعيل زر الجرس هتلاقي جنب اشتراك زر كده جرس اضغط على الجرس واختار الكل كده انت هتوصلك معظم مش معظم كل فيديوهاتنا اللي جاية وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة حابب اقول في نهاية الحلقة بتاعتنا ان الله صلى على نبيه في كتابه قديمة ولم يزل قائلا حكيمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انا دايما بقولها في دروس في بداية الدروس بتاعتي ولما بنس اقولها في ناس كتيرا بتطلبها مني في التعليقات فانا حبيت النهاردة في الفيديو ده ان انا اقولها لكم في نهاية الفيديو اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة